تسعى مصر بشكل مستمر لتعزيز دورها الرائد في القارة الإفريقية الهادف للدفاع عن مصالح شعوب القارة ومستقبلها وفي هذا الإطار جاءت مشاركة مصر الناجحة في القمة الإفريقية الروسية والتي استعرض خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مصر إزاء مختلف قضايا القارة وجوانب التعاون الإفريقي الروسية وسط عالم يموج بالمتغيرات والتحديات جاءت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الناجحة في القمة الأفريقية الروسية التي عقدت بمدينة سان بيترسبرج لتفتح نافذة جديدة من الأمل باتجاه عالم أفضل وأكثر عدالة للشعوب الأفريقية نافذة جديدة تأمل مصر بأن تسهم في تخفيف الأعباء عن القارة وتخفيف حرارة الكوكب المضطرب أرضا وجوان لتنعم الشعوب بالسلام والاستقرار والرخاء وشكلت مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية الروسية حلقة مهمة في سلسلة متكاملة من التحركات والمشاركات المنسقة التي تعكس رؤية القيادة المصرية لما يجب أن يكون عليه وضع القارة السمراء كقارة فاعلة في النظام العالمي الجديد وتحديدا فيما يخص نمط علاقاتها مع القوى العظمى التي تسعى كل منها لتعزيز مناطق نفوذها كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات الجلسة العامة للقمة كانت واضحة وحاسمة وأكدت بوضوح معنا أصيلا مفاده أن أفريقيا بثرواتها يجب أن تكون للأفارقة وأن تبقى بمناء عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة أسمح لي من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وكذا أهم المحاول التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعمق التعاون القائم تحت مظلة شراكاتنا الاستراتيجية أولا إن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي تنشر السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا وتعين أن تبقى بمناء عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة ثانيا إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاس المساق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول وواحدة أراضيها بجانب ضرورة التعامل مع جزور ومسببات الأزمات لا سيام تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإسكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج أليات النظام الدولي متعدد الأدوات وفي ظل سعي مصر الدائم نحو استعادة حقوق أبناء القارة الأفريقية أكد الرئيس السيسي في كلمته من سان باتروسبرغ أن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مصار السلام القائم على الحق والعدل والتوازن وبينما أشار الرئيس السيسي لأهمية صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في العالم حدد الرئيس السيسي عناصر أساسية لما يتعين أخذه بعين الاعتبار وفي المقدمة احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الأفريقية فيما يتعلق بالتداعيات الشديدة الوطأ على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة لسيما في محاور الأمن الغذائي الرئيس السيسي أشار إلى أن أزمتي الغذاء والطاقة فاقمت من حجم التحديات التي يتعين على الدول الأفريقية مواجهتها إلى جانب ما يمثله تغير المناخ من تهديد حقيقي لدول القارة التي تعاني من التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوى البحر والفيضانة والسيول وفي وقت باتت فيه أفريقيا ركنا محوريا في النظام العالمي الجديد وقبلة للدول العظمى التي تتسابق لإقامة شراكة استراتيجية معها جاءت قمة سان بطرسبرغ لتحمل من الجانب الروسي رسائل طمأنة للقارة بشأن الأمن الغذائي في ظل أزمة الحبوب العالمية فضلا عن تأكيد موسكو استعدادها لدراسة مقتراحات لتوسيع تمثيل أفريقيا في مؤسسات الأمم المتحدة بما في ذلك سياق إصلاح مجلس الأمن الدولي ضمن مساع حثيثة لتصحيح غياب العدالة التاريخية اتجاه القارة الأفريقية